الفرق بين الانتولرنس والالرجي اكيد فيه فرق بيناتهم احنا نحكي اليوم اكتر مع الدكتور فارس زيتون بيخفيف نظيف مع كارلا اه قبل ما ننتقل عند كارلا تشوفت انسيتك ما تفخزني انسيتك وما فتحت تمك لأول مرة تفضل شادي ورشة مل الله يقطع هنهار اليوم على خير احبائي صفحة الغير وهلا وسهلا فيكم مشتقلكم اليوم وصفة كتير حلوة بلاشت فيها هلا لهي كيف نحنا منقول الصلطة باللبنان وبالدول العربية بالمغرب بيقولوا الشلادة يعني اول شيء بشين اول شيء متل حرف اسمي وبعدين بضاد مش بطه يعني الشلادة هلا الشلادة في منك كزا نوع متل كمان عندنا نحنا بالدول العربية او دول العربية كمان المغرب بدول العربية بس عندهم هالديالاكت المختلف يالي بيلفزوا او بيقولوا لصلادة شلادة نحنا كمان عندنا كتير سلطات هني عندهم كتير شلادات اوكي فبهالطريقة كمان اليوم راح نعرفكم عن شلادة الفلافلي الحلوة وانا بالنسبة لقلي منقطعها اربعة وخاصة فلافلي لازم تكون خضرة سبحان الله لانه الفلافلي الخضرة عندها طعم مختلفة تماماً عن الفلافلي الحلوة الحمرة او الصفرة او كمان السودة اوكي يعني عندهم طعمات مختلفين لكوا شو انا عملت والا اول كمان مرة بعملها خطيت متل غطى على الجريل اللي انا عم بشوي فيها الفلافلي لماذا دايماً السؤال حتى البخار يستويلي اكتر واكتر الفلافلي ومن بعد ما تاخد شفتوا كيف من بعد كمان ما تاخد هاللون الحلو على النار طلعوا كيف شايفين شو بعمل انا بشان اقدر قشرة بطريقة حلوة وتتقشر كلها معي بيجي بحطها على او بقلب كيس او على وحدة من النيلون بهالطريقة هيك اوكي انا ما راح حطهم كلهم بس راح فرجيكم كيف بهالطريقة بشيلهم وبرجع بغطيهم بورقة تانية او بحطهم بقلب كيس لانه هيك البخار بيضل معبى فيهم والقشرة بعدين بتتقشر بطريقة سهلة جدا 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 هيك بس نجل على عندي بعد حوالي الساعة راح نحنا نقشر الفلافلي وانا بكونوا محضر حضة كمان التومات البنادورات تنعمل قطيب شلاضة فلافلي حلوة مشوية بالعالم بس قبل بعد معنا كم دقيقة راح كمان نعرفكم على صلطة كتير طيبة لبنانية بامتياز خلينيقولها كتير طيبة اللي هي كمان من انواع البلاياتي اللي منقدمها بالميزة بالميزة اللبنانية او كمان خلان نقول بالميزة العربية او عطولتنا عنا الزعتر لايكوا شو حلوين الزعترات طلعوا الزعترات شو حلوين بعدوا انتازة بعقدوا عندي كمان البقلة كمان البقلة وعنا كمان البندورة لكنا صرنا بندورة وبقلة وزعتر طلعوا شو حلوين منقطيب بالسطلطات وبعدين فينا نحط فيها اذا بدنا الركة وفينا نحط فيها كمان ورقة القصعين بدنا نعملها كمان او دايما لازم نعمل شغلة اول شي يصير في عندي ضغط اتنين حتى ما ينكسر او ما يطلع كمان صوت بقلب الستوديو وبقلب كمان المطبخ طلعوا كيب بهالطريقة انا عم دق التومات من بعد ما دق التوم بحط عصير الحامض من بعد ما دق التوم وحط عصير الحامض بنحط عصير كمان او زيت الزيتون وفينا نحط كمان خل العنب او خل التفاح او الكزيرس او السيدر اللي بدكن يتطلعوا شو حلوي هيك صار عندنا الصوس جهزي بحطط لها شوية صغيرة من الفلفل الاسود طلعوا شو بدي اعمل انا هون رح حط الصلاة بهالطريقة لايكم شو حلوي هيك بتعقد الزعتر مع البنادورة مع البقلي بانتظار الفلفلي حلوي بس اصير جاهزة تنعمل الاشلاضة ومنيجي منحرك هالصوس كلها سوا هيك مندخلها شوية سمي منحبه ان احنا كتير وصار عندنا الصوس على جنب منحطها حد الصلطة صحيح صار لي ساكت من اول الحلقة مجبور بس لو بتعرفوا السبب نجعل عندك جوزيف ما ندوم ما احكي ولا كله لو بتعرفوا السبب بطل العجب ما رح قالوا السبب لانه انا كتير مبسوط بها الطريقة اللي عم تعمل فيها معك جرتان جيج هي الوصفة الاخيرة ولكن الشفشادي اليوم الهيئة من خلال هالوصفة رح يعطيكم تلات وصفات يعني اليوم شفشادي تلاتة بواحد باخر وقفة وانا بعد شهر طبعا برجع بلاقيكن معو بترككن معو رشة ملح واذا ما جيت لعندي لجوزيف كمان ممكن كمان يصيروا اربع الوصفة هيك باخد راحتي اكتر واكتر احبايا صباح الخير مشتاق لكم كتير 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 وبديقلكم شغلي وبديذكركم بالنسبة لمعرض اوريكا كمان كل يوم من الساعة الثلاثة الشفشادي موجود بالبيال ببيروت تحكيم موجودين كمان بالستاند واحد وعشرين بلايف كوكينج فينا نقول كومبيتيشن طبعا للجونيور او الجونيور لايف كوكينج كومبيتيشن اوكي نطركن عمله معروف كل يوم من الساعة الثلاثة للساعة تسعة موجودين هونيكي كل العالم فيهم يجو العم كمان شكر كتير كبير لدموزيل من المغرب بعضتليها لأمسال اسمها سوزان شكرا لأمسال سوزان بتقلي سوزان انه هايدي السلطة اللي عملناها اسمها بالمغرب بسموها حميص اوكي فكمان اخدنا اسمها لانه لانه بهالطريقة كمان يعرفنا اسمها بالتحديد لانه شلطة هي انواع من السلادات نحنا قلنا ونكون فيها خس او غيرها ممكن هايدي تكون نوع من الشلطة ممكن بس اسمها حميص متل ما بتقول سوزان من المغرب شكرا سوزان اوكي شو عملت اليوم لما كان معنا صار معنا بسرعة فائقة جيت عملت سلطة خلطت بنادورة مع زعتر البري الحلو الطيب وكمان ممكن كمان هذا الزعتر يكون كمان جوي يعني نربيه بالبيت ونسقيه وبيطلع كمان طعمته مش مرة قد الزعتر اللي بيكون اوكي اللي بيطلع لواحده يعني اللي ما بياخد اوكي من المي اوكي في كمان عنا الروزماري ممكن كمان نفرمه وكمان ناكله عنا الزعتر التاني كمان اللي طعمته كتير طيب يلي بيستعملوه مع الركة والبصل والسماء مهم عملنا صارتة كتير طيبة مع التوم زيت الزيتون والحمض مع السماء عليها ملح وبهار ولا قطيب من هيك اما بالنسبة للحميس او شرادة اللي نسميناها قبل بشوية صغيرة ممكن نعملها بطريقتين طريقة اللي ما عودين عليها هي الطريقة المطحونة ومرة عملناها يعني المطحن الفلافل الحلوة المشوية مع البندورة اللي حطيناها كمان بقلبة مع البقدونس مع عصير الحامض مع التوم مع الكمون مع البابريكا مع شوية صغيرة من فلفل الاسود او الفلفل الابيض مع الملح تطلع كتير طيبة وبتتكر حتى اطباق او لوحدة انا اليوم حبيت اعملها شقف بهالطريقة نكملهم معنا اتنين سلادات هلا بدنا ننتقل لشغلي كمان شوية صغيرة مش معقدة بس بحلقتنا لليوم رح يمرق معنا كتير من الاشياء المهمة يعني رح ناخد كتير افكار ان كان تكنيك بالطبخ او اسرار او فكرة تنعمل مننا اطباق مختلفة لقراتين للجيج ممكن يكون قراتين للجيج مع باستا ممكن يكون قراتين للجيج مع لازانيا ممكن يكون قراتين للجيج لوحده ممكن يكون قراتين للجيج مع نوعين من الجبني مع نوعين من الجبني وخضرة ممكن يكون قراتين للجيج ومعه بقلبه بروكولي يعني رح نعمل نحن البعز وبقلب البعز اللي بدنا نعمله فينا نحط شو ما بدنا يعني حتى اليوم في أطباء عم نشوفوا نحن بالعالم عم يخلطوا الإريديس مع الجيج مع اللحمة مثل مثلا تنقول الباييلا مثل الكيجين جامبالايا يعني عم يخلطوا كتير من القصص ممكن كمان حنستعملها اذا ما نحب هيدا الموضوع انا عندي هون طنجرتين عم يغلو هات نجرة اللي عم تغلي هون هالزغرورة لح اسلو فيها الجيج رح اسلو فيها جيج حتى نشوف نحن كمان بهالتكنيك اللي أنا بدي أعملها اليوم انه نحن للجيج ما بيعملنا رغوة على الوجه هاي دي أوريدي نحن حكيين عنا رح حطها لأ هيك ورقة غار مش كتير يعني مش رح كتر غار وفينا نحط كمان من القرفة فينا نحط شو ما بدنا نطعم المي انا ما رح طعم المي بشي مش لأنه ممنوع بس ما بدي يعني حطيت بس ورقة ما بدي انه الحدا يفكر انه لأنه ما عملت رغوة لأنه حطيت قرفية شاف شادي او حطيت فلافلي حلوي او بقدونس او حبق او حامد او لومي او خلنجان او شو ما كان ما بدي حط شي لمل حلاشي ابدا رح جيب هون عندي كمان السفين بطريقة بعدهم السفين متل ما اشتريتهم يعني حتى ما غسلتهم بالخالص لأني انا عم اشتريهم من شركة تحترم حالة شركة بتتبح كل يوم وهذا اللي لازم نعمله اذا كان في شركات اليوم بيتبحوا كل يوم نعرف كمان نحن الجيج من شكله تطلعوا شو حلو تطلعوا هال هالسفيني شو حلوية هاللون الحلو عظم بتعاق صحيح اغلى من غيرها بس نحن اليوم عم نروح على الاشياء اللي عم تكون اجمل واحسن وصحية اكتر وانضف وا 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 عم تغلي الماي ورقة غار واحد عم تغلي الماي ورقة غار اتنين رح شيل كمان هون التالتي بها الطريقة ورح شيل الرابع رح اسلقهم كلهم سوا ما عليه اوكي هون وهيدي هون لايكم هون الماي عندي كمية الماي انا كمية الماي انا كبيري فلما بحط فيها انا اشياء مسقعة بتوقف الماي عن الغلايين اوكي بس لان الكمية الماي كتيري بترجع تغلي عندي بسرعة وتساعدها اكتر واكتر بحطوا لانا الغطع عليها بيكون النار قوية تلاتين ثانية اربعين ثانية يلي بيطلع على وج الماي اللي بتسموه زفرة اللي انا بحب هايدي الكلمة بالخالص لانو ما بتدخل بالقموس الطبق عند الشبشة دي كلمة نحنا زفرة او كلمة زنخة هود الكلمتين انا بنزعج منن كتير كتير اذا نحنا ملاحظ او منشوف شغلة مزنخة مناكلة مش انا اذا بشوف شغلة اليوم مزنخة بقعد بدي يغسل فيها واطلع فيها لانو اكيد بقعد تكون نوعيتها مش منيحة وقديمة اما اذا انا اليوم بقول بدي يسمي الزفرة الزفرة صحيحة بتطلع عندي اذا انا ما عرفت اشتغل بالمنتج اللي بيدي اوكي فانا دايما عم بقلكم او عم موجهكم على الطريقة الصحيحة الا اذا عندكم طريقة اصح من الطريقة اللي عم نحكي عنها اوكي خلصنا الجيج حطينا هلا هون وبتعقد بتجنينها لكو هون بلاشت عندي مني جديد تغلي عندي المي وهيدا بيساعدني انا المي المغلية ما بتخلي اوكي الخواص الموجودين بقلب اللحمة او سفيل الجيج او الجيج او السمك تنبع وتطلع على برا مشان هيك نحنا اليوم لازم نسلو بالمي اللي عم تغلي وليس بالمي المساعة اذا بدي اعمل اكيد عصافير لحمة او غيرها لأيكم هون هلا بلاشت تغلي انا عند المي هلا بنشوفها انا مرح عامل شي لايف نحنا مباشر نحنا مندون اي مشكلة خلوني بس انا اعمل تحريكي صغيري هيك ها بالطريقة وهلا بتشوفوا قدامكم المي شفافي بتاع طيب هون عم تغلي انا عند المي بعد شوية صغيري انا رح كمان اسلق ثلاث شقف هيك من اللازانيا وراح اسلق شوية صغيرة من النودلز بس قبل ذلك خليكم معي تناعمل سوس بشمال بس من الكريم فراش ومن المرأة يعني من المي انا رح استعمل المي طبعا لجيش اوكي بدي اعمل هلا بتقولوا انتو الكريم فراش هي لوحدة بيمشي حالة مضبوط انا بدي بدي كتل الكمية تبعيتها يعني انا شو بعمل لايكم شو بعمل بولة تحت ها التنجرة ما فيها شيء ابدا رح خط فيها من زيت الزيتون طلعوا شو عم بيصير وطلعوا لي اذا بتريدوا بالمي اللي قدامي قبل ما اطلع برايك بدي اخد للنتيجة لو انا ممكن حدا يخمن طلعنا برايك شاف شادي اجيش شال الرغوة عن وج المي اوكي طلعوا شو عم بيصير انا عندي هلا هون زيت الزيتون بحمي زيت الزيتون شوي وبنطلق بروع ع الطحين متل انا بس اعمل رو رو ر او يو اكس او ر او او اكس اللي هي هالعجينة يالي بتتكون من دهون يعني سمني او زبدي او زيت بيخلطها مع الطحين بيطلع عندي انا شو ممكن يكون مارجرينة او غيرها مهم بيطلع عندي عجينة اسم رو كيف يعني هيدا انا هون عندي الطحين هيدا الزيت انا موجود انا عندي هون رح تشوي الهان هيك بالملعقة حط فوق حرك طلعوا عم حرك انا الزيت مع الطحين اوكي هون رح يصير انا عندي شي اسم رو فيكون زبدي بس عم نشتغل نحنا عده ايما تعرفوا الشفشا دي اه اه من بات زيتوني لا مش مشان هيك بس لانه تعرفوا انه الزيت الزيتون نحنا صحي اكتر ما لازم نعرضه لحرارة عالية كتير هذا معروف بس نحنا مش عم نعرضه لحرارة مش عم نقلي فيه بطاطا مقلية نحنا او سمبوسك او ارقاءات مزبوط لايكو شو عم يصير انا عندي هون عم يتكون عندي الرو انا هلأ اللي بدي اعمل انا هلأ متل ما قلت رح ايجي انا اخد من مرقة لتجاجي لبعد ما صارت مرأة بعد ما صارت مرأة بس انا بدي اخدهم منها لانه مستعجل شوي بس انا بنتر بس تلعنديها مرأة وضيف عليها كل شي انا مضفت عليها لانه شرحت عن هيدا الموضوع تمنع تلحق عشي تاني انا رح اخد منها وحط على الطحين اللي عم يطلع عندي لايكو شو صار طلعوا هيدا هون الرو عم يك مش على بعضو مع الماي بكفي انا يا شاف شادي هون هيك كمان بكفي بعد كمان بكفي بعد بحرك على مهلي وهلا بجيب كمان انا عم بعمل الرو انا من الكريم فراش ومن المرأة ما بقى زيد هلا انا مرأة رح زيد الكريم فراش بها الطريقة انا شو بيصير عندي بيصير عندي انا كمية كبيرة من صاصة الكريم فراش ما زال يا شاف شادي ماكون عم بستعمل لتر واحد للطبخة طبعية عم بستعمل لتر ونص هاي شغلي منيحة اوكي ومنطعمة منقدر هاكي من جبلة طعم منيحة وكوني انا اليوم بدي استعمل بالطبخة طبعيتي رح استعمل ثلاثة انواع من الجبن اللي هني الاشقوين الموتساريلا والتشادر رح كمان اطلع عندي الوصف بتعقد بجاني لايكم شو صار انا عندي هون طلع شفتوا كيف لايكم هالخلطة الحلوة اللي هي صار طحين زيت زيتون ومرأة الجيج اوكي طلعوا ها وهلأ الشاف شادي شو بيعمل بيجيب الكريم فراش ان كنت بيردي او ان كنت صخني ما عندي مشكلة طلعوا بزيد عليها صار عندي انا هلأ السوس بيطعمها بعد شوية صغيري بشوية ملح وفلفل واو خليها تغلي اكيد هيدا الملح انا عندي هون طلعوا كيف وهون انا عندي كمان من الفلفل وصار عندي كريم فراش سوس بتعقد بتجنن مطعمة هيك وبعد شوية رح طعمها كمان بالاشبان بهالطريقة مش انو هاي الطريقة المزبوطة هاي طرق هاي طريقة من طرق عديدة تقامل كمية من البشامال بالكريم فراش او كمية من البانا اوكي الكبيري اما نطلع بريك بدنا الكاميرا هيك تفوت معنا على الجيش تنشوف انو الجيشات كمان كيف طلعوا ومنطلع كمان بريك طلعوا فيني هيك شو لايكوا لايكوا ابدا ابدا لايكوا لايكوا دقيقتان ونص احباقي ورجعوا لنا بسرعة شو دي يحكي الواقع نحن وياكوا نعاودي لمتابعة عالم الصباح ورشة ملاح جرتان جيش احباقي من جديد لايكوا كمان الكريمة اللي عم نعملها اوكي شو عملت اللي مكن معنا صار معنا يا جزاف حطيت شوية صغيرة من زيت الزيتون اوكي حطيت عليهم بعدين الطحين لانو اذا فينا اقول لكل لتر من الكريمة بدون حوالي الخمسين مليليتر من زيت الزيتون وخمسين جرام من الطحين اوكي زيت زيتون بعدين الطحين صار عندي الرو منضيفة عليهم الكباية من المرقة اللي عندي او مرقة اللحمة او مرقة الخضرة اللي عندي هي بشمال عم اصار عندي الرو هون احنا عم انكتر كمية الكريمة الحلو اللي بدي اعمل انا بعد ناقصني غير حطيت انا الملح والفلفل عنا جوز الطيب اللي هني النتمن او لنوا موسكاد شو بتحط لسلفل ابيض حتت فلفل ابيض شوية صغيرة من الكمون انا هلا بس طلعنا كمان بريك شوية صغيرة كمان من البابريكا حتتنا تفية صغيرة مشان اعطي طعمي وهون كمان صاروا عندي ايهون جاهزين رح نحط هيك رح نحرك يا جوزاف وانتقل هلا انا بسرعة تفرجيكم المي طبعا للجيش بس تغلي المي طلع لك اداشنا اي المي حلو كتير ليش هيك تغلي اوكي بتعقد لك ها سلقة للجيش ليش هيك نعيه ايه لانه سلقت للجيش بالمي اللي عم تغلي طلعوشو حلوية اي بس ما شلت لها زفرة اوكي ابدا ابدا اواشي كلمة زفرة اذا بعد بتجيب سرطة ايه ما بشيره ما بيطلع شي ابيض بنشيره مش مش رح بعدك ما لازم يطلع شي ابيض ابدا لانه مع الشبشدي ما بيطلع شي ابيض اذا بعد مية بالمية لا هيدا الراس يلي بيشتغل 24 او 24 او 24 لا لا بعدو عني 150 متر بس ما قللي ليه معا بس اولي لانه لانه طريقة الطبخ يلي بدنا نستعمله بتغلي المي وبعدين منسقط فيها الجيش اللي بيكون مش منزوع ومش طرعه ريحته بتكون جيش منيح يعني احنا الزفرة تطلعت عنا اليوم او الريحة احنا ما لازم نستعمل للجيش بيشتري مثل ما طرح ما انت عم بشتري لا ابدا لانا عم بشتري انت بدك 150 متر او شي احنا لا بدك اثناء ايه نوعية نشيل مزح عجنب بتكون نوعية منيحة ما نحنا روح نشتري صفائي للجيش طبعا 8000 ريلا اليوم لانهم ما منعرف طبعا 10000 لا في طبعا 18000 هلا البيشور طبعا عشرة بدون يعملوه ع طريقتي بس في عالم مش قدرت تشتري طبعا 18000 ريلا طب شو بد يعملون طب انا طب انا علي بي انا اليوم كشاف ع التليفزيون علي انا اليوم مش ع التليفزيون حتى باي محل ان كان وجه العالم بالطريقة الصحيحة ويعرفوا شو هو الصح وبعدين ازا عملوا غلط دروس كلماتك معي بس 100 بالمية ازا ما درست كلماتك بحكي يا جزاف بشرفك هاجبتي هون 100 دولار اه ايو اين عطيتني بس 100000 لايكو السفين لايكو السفينة بعد اكيد ما استويت على الاخر لان انا بدي ادخلها على الفرن يا جزاف طلعوا شو حلوين اوكي بس انو نوعا ما مستويه شايف شو باكي لا طلع شو حلوين ها لايك شو حلوين هالسفين بعقدوا مسلؤين شوفون انا بنغرم بالموضوع او بالطريقة الحلوة للطبخ وكمان بنغرم بالمواد يلي بيعملوا لنا ليها مشان ناكلة تكون منيحة يعني مغروم بالنوعيات فينا نقول لازم تكون نيئة بكل شي ما انا انا اش اقوله عقد بسطك مد اجريك اذا كنت لازم كون نيئة اذا كنت لازم كون نيئة اذا كنت لازم كون نيئة فانا عن جد نيئة على حودي الموضوع انا بتمنى انو نشتغل بها الطرق لانو عن جد نتعب حتى نلاقي طريقة كمان حلوة انا شو عملت هون كتير ريشار حبيبي قلبي اه مش هيك عيرك عيرك جاكيته اليوم تحيلة شيف ريشار شيف ريشار بديه جاكيت متل هيك اربع مرات اي حرم اوكي بلا مش حرم هو بيحب هيكي بيحب كتير الاكل الشيف اوش خلينا هون لايكوش عملنا بها الطريقة جبت انا هون لجيج بيجي انا هون مية بالمية ولايك انا هون شو بدي اعمل انا عندي هون لا كوينا خطينا هون سوري دوخنا حال منجيب اشقوين او او شو مكان من انواع الجبنة طلع يا جزائر شو ريح بعمل اي نوع يعني فينا نروع على اي نوع من الجبنة منحب حتى جبنة بيضة مهم مهم هالجبنة حلومة عكيوي اللي بتكون ايه رح انا على التشادر من اكل شافي منا ما رح نقول اوكي اي لا مش انتا اوكي لايكو هون شو حلوين انا عندي سؤال لك شو انا كيف هيك تاكل هاديك السلطة شو 250 جرام طلعت السلطة ايه السلطة عمان عام عامل دايت ع السلطة دايت ع السلطة انت اه ما ما رح اكل يوم دايت تاني الله لي صدقني والله الله لي صدقني اوكي بدو اشا مصاريلا مصاريلا ولايكو شو هون شو حلوي هيك نحط نحنا الكريمة لايكو كمان السوس كيف طلعت معنا اوكي انا عم علي وهلا كمان فينا نشوف الوصف يا جزائر من دون اي مشكلة اوو بس قلت لنا ثلاثة بواحد يا سلام هايدا واحد اوكي ما هيك اوكي وما نحطها بالفرن لا تحمر يا حلوي داكو شو رأيك بالموضوع واذا بدك كمان فينا نعلية والوصف لك وينا على الهوة تناخدها مظبوط بطريقة حلوة هيكو بيكتبوها بياخدوا المقادير كله حتى ازا نسينا شيء يكتبوه مظبوط الديمون وتنعمل بطريقة حلوة يا جوزيف يا صاحبي يا صديقي اوكي لا تكتبوه غير هكا اصلا اوكي رح ننتقل هلا على الطنجرة التانية الي هون رح اطفي انا تحت اوكي او انا رح اشيله هون لان انا خلص كنت بدي استعمل مننا انا كباة تبع حطينها بالكرب فراش استعملت مننا بس لي بدي يقول انه انا اليوم بدي كبه مرح استعملها بس انتو بالبيت او انتو عم تشتغلها بالليد فى انتو حطوه بالبراد من دون اي مشكلة او بالتلاجة اوكي 100% حطوه بالتلاجة فينا استعملها بعد اشهر وبعد سنين لانو لانو مرح انا مشكلة انا وياك بالبيت تتذكر السوس بيون تبع الخضرة واللحمة لا مش انا مني بتذكى واحد مرة رايح لعنبت لعن بحكي جد هلا لو انا رايح لعنبت لعنبت وحطينيهم بمرافقين عشرة جرامات عشرة جرامات مني سامع تلعها تلاتين جرام تلاتي ليتر ماشي عملنا يوم ده؟ البويون تبع اللحمة والخضرة اوكي لك عن تلاتين جرام ماشي عملنا؟ الشكات حلوة؟ اكتير حلوة شايف بتصور what you can not resist after one fifty meters بس كان فيه البس انا وياك مع بعض اه والله حلوة يلا تلاتي ليتر من الماي تلاتين جرام من الملح اللي هني عبارة عن تلات ملاع صغار من الملح كمان عم شو بعض الوصف قدامنا انا رح اخد كم ورقة من ورق اللازانيا رح ناخد اربعة اوكي واحدة بهالطريقة اثنين وهي تلاتة وهي اربعة بدك واحدة خمسة جزاف انت بطنك الكبير شوي صغيري ورح نيجي لحنا هون نحركوا النطف صغيري وبدنا نعمل لازانيا اسبريس لازانيا دغري معمولي مع الجيج ومع الكريم فريش ومع الجبنة انا بدي نبه المشاهدين اوكي اللازانيا ما يحطوا العلبة كلها بالميات لانه بيلابسوا على بعضهم لازم يحطوهم متل ما حطهم شادي طيب هذي الالتفاقة المهمة ما اتفقنا ما اتفقنا يعني 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 ما تحاول فيك تعمل كل شي اوكي كمشي 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 كبيري اوكي انه شكلهم باللازانيا اسبريس بيطلعوا حلوين اما اذا عم نصفهم فوق بعضهم اللازانيا اذا واحدة شي مخزوقة منضبها بواحدة تانية مش مشكلة اوكي بس انه بهالطريقة نحافظ عليهم اكتر واكتر هيدا واحد اتنين لكوا شو عندي انا هون عندي حشوة ضلت عندي مبارح يا جوزاف انا اوكي بارح حشي انا بطاطا عملت شارب بوتيتوس لحي مفرومي مع بصل وتوم وبقدونس ونعنع بقلبة وبندورة وبهار وفلفل حتى ممكن تكون حشوة الكبة مع السنوبر او غيرها نعمل مننا نحنا كمان مية بالمية ونحط لها كزبرة او شو ما كان لكوا انا شو بدي اعمل كمان بدي اعمل مننا انا كمان سوس اليوم ولعت رح اجي انا انا حطت فيها نعنع وبقدونس لكوا شو عملت انا هون حطت فيها اللحم بها الطريقة ورح نعمل معا شوية نودلز اليوم شو رأيك بالموضوع نحاك لك يا جوزاف شو صار انا عنا هون بردون وين وين لك انا هون شو صار عندي طلع كيف الوضع يا جوزاف احمرت لانه ليش ع السريع لانه اول شي الجيج مستويين ثمانين تسعين بالمية عرضتنا الحرارة من فوق يعني لو انه برده منشعل من تحت اول شي عشد اي قربع ساعة بعدين واذا كانت بالفريزر شو منعمل منحط عنان خفيفة من تحت اول شي وبعدين وبعدين منولع من فوق يعني من بعد ما تاخد الحرارة سؤال الكريم فريش بتحط بالفريزر الكريم فريش بتنحط بالفريزر نعم حتى ازا كانت الكريم فريش ني بتنحط بالفريزر واذا كانت مضبوخة بتنحط بالفريزر كمان متل ما هي هيك نحنا فينا اخد كباية بالفريزر وتشيلها بعد شهر شهرين تستعملها اوكي حلا ازا صار لك شي ما تقول انها لتلقى على التليفزيون كنكن شاهدين لايكوا انا هون لايكوا احد باقي شو راح اعمل راح اجي انا من هاي دي الكريم اللي باقيت عندي لايكوا كمان شو فيني استعملها فيني استعملها لفورد شيز فيني استعملها لللحم اللي باقيت عندي ما عندي انا اي مشكلة اطلاقا 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 طلعوا شو صارت حلوة بتاعي اوكي كمان وهلع تحط فيها انا كمان شوية صغيرة من الجبنة طلعوا الكريم مع اجمالها بها الطريقة مع انه فيني ما حطلها طحين وفيني ما حطلها زاد بس تطلع الكمية قليلة مش مشكلة وطعمة قوية مش مشكلة هاي طريقة كمان انت انا اول كمية عالي الكمية زيد الكمية يعني ازا عندي عزيمة فيها من طب الوقت بس انت كونك غشاش كبير فيك تعمل لح بس انه يعني اوكي بطر يعني ابدا 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 هيدا السلولير طبعولي صار له جوزيف فضل مرسي كتير لك وهو هلا شو راح نعمل اليوم ايكي تلاب الساعة عجبتني كتير شو لايكو صحا حلو كتير اللي انا بدي اعملو هلا راح اجي انا شيل اللازانيا اللي هي استويت اما عندي ونحن نعرف اللازانيا ازا استويت بس يبلشوا يدقوا ببعضهم من الطرفين يعني الطرف الاول بيدقوا بالطرف التاني معنا ايا مشكلة هون وهك كمان قد ما بدنا فينا نسلقه بس نحنا اكيد ما نخليها قلدنتي بطريقة كمان كتير ايه بس جاعدها المعلومة بس يدقوا ببعضهم من الطرفين يعني بس تنطو من مالة التانية بطريقة سريعة يعني استويت يعني انا برأيي بتكون استبلتكم بعدها شوية قلدنتي بس نحنا ازا بدنا بعد متل ما قلت قبل بشوية بنسلقه بعد شوية صغيري زيادة بس هي بس يدقوا ببعضهم نحنا خلاص اصلا راح تبرو ترجع على النار مع الصوص مية بالمية لك هون شو صار هلأ وتطلع هون شو حلوين هاي اخر واحدة وهون لا كوينا وهلأ انا راح ارجع انا هون نطفي هون شوي صغيري وراح بيجي انا على النودلز نطفي صغيري بحطهم بالمي الانا عم تغلي عندي عندي كمان انا يا جزاف هالفورشت الحلوة مشين كمان النودلز منسكر علي هون شوي مشين يغلوا ومنجيب بسرعا احنا عنا لهون هلأ الصنية للجاج طلعوا شو حلوين وهي دي الصنية هون طلعت من الفرن اللي هي جرتان طلعوا شو حلوين اوكي عقدت معلوم هي عقدت بالغلين يا جزاف هلأ بتشوف تعرب معي تعرب معي يا بسوس اول شغلة انا عندي هون رح اضيف هلأ طلع الكرام شوف الكرام شايف الجاج شايف الموصاريلا متبه جوزاف كيف عظيمة اوكي بها الطريقة هيك فينا كمان حط السوس وجيب هلأ كمان بديك تساعدني بس بما هيدا الموضوع هيك هيك بس انك ها بس انو تنظف الصحة انو تفي صغيري لكن هون كمان هون شو بصير معنا كمان جزاف منزيح شوية صغيري بنجي نحنا لهون طلع انا عندي شو اللازانيا هيدا انا شقفي بحطها بهالطريقة انا هيك وبيجي بحط عليها اوكي من الجيج مع السوس انتبهين وبرجع بشيل واحي تاني انا هون طلعوا شو عم بعمي جزاف جيب جبني جيب جبني اللي بتحبها لا 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 حطها هوني جيب جبني بتحبها مع الضبرة شي روج طلع كمان هون طلعوا كمان يلا يا جزاف كيف الوضع جو هيدا كمان فيك تعملناها عندك بالودة بس تعذلنا يا جزاف هون حانعزمك نفس الموضوع بس انو اخدنا فكرة حلوة بنرجعك عمالك شوية يا جزاف لك كيف هون عمالك تناخد هيدا يا جزاف زيح شوي بليز حطينا كمان فهمتوا شو عميت انا هون احبقي هلا واخر وحدي هون طلعوا كيف وهيدي هون اخر صار عنا هلأ شي اسمه لازانيا اسبريس مع الجيش فنقضمها لشخصين وناكلها بطريقة كمان كتير حلوة اوكي وهلأ هون اما النودلز اللي عنا ايا هون صاروا كمان واو طلعوا النودلز شو حلوين شو داك جزاف النودلز اللي عم نعملهم كمان نودلز اسمر واو شايف كيف جيبها عندك كمان فيك تحط كمان جبني تاني طلع كيف انا هون وعنديها كمان انا هلأ هون اللي انا رح اعمله هلأ تنجرة منصفي بسرعة النودلز اللي عنا وثالث صحن يا جزاف صار عنا واليوم الساعة ثلاثة وين انت رايح الساعة ثلاثة هاوريكا أوريكا برابو عليك لايكو النودلز انا عندي يا جزاف هون ومنحرك كمان احنا دايما شادي انت بالجوري الباستا ونحنا بتحكيم اليوم بعض الظهر بعقدو وبرحب بكل الشافيه اللي جايين من برا يزورونا بالأوريكا وانتو كمان لايكو شو حلوي جزاف روج صحن 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 بس بشرفك ما تقول ليش بقى حط هونك انت بك تنهي بعد شوية غيري ما تقول السر اللي بينه بينك السر؟ كل ما انت مش معزبني وكل ما انت عم تدرس خطويتك معي وكلمتك انا راح ظني مخبه السر لكن النودلز مع اللحم المفرومي اللي بقيت عندي من مبارح هلو جزاف بجيبلي شوية مصارلة بحط عليها بقيت عندي حشوة من الحشوات حتى كبي او غيرها فيني اعمل معك حط بقلبة باستا او سباكتة او بني من دون اي مشكلة اما اللي هي كان موضوع الحلقة لكنني هون بالصمية وعملنا منه نصحن كمان بس مصارلة اوكي؟ وبعدين عملنا اللازانيا اسبريس بطريقة كمان سريعة في كنتو عملوها وهون اخدنا ثلاث افكار والفكرة انا برأيي اهم شغلي عملنا اليوم جزاف هي انو الجيج ينسلق بها الطريقة اللي عملناها عن جد هادي الشغلي كتير حلوة فيك تنهي اليوم عالم الصباح بس اوعد جيب سيري اوعد شادي كي مبسوط منك خليك هيك بكل حلقة رواء وراية انت ماشي حلق مبروك الجاكات لكن المشاهدين متأفيكم بكرة بنفس الموعد عشرة بتوقيت بيروت نزع بنذكركم بالحملة التلفزيون بحملة عالم الصباح لو نسبه اشارات السير واليوم كان عندنا هالاشارة على مية وخمسين متر انتبهوا الاولوية لغيركم بكرة الاولوية لالكن عشرة بتوقيت بيروت عالم صباح جديد الى اللقاء